صحة وسعادة رحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين صباح جميل مليء بالتفاؤل ومليء إن شاء الله بالإنجازات وفي هذا الصباح الممطر ندعو الله أن يغمركم بالصحة والسعادة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتألقة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء حقيقة كما تعلمون أن هذا البرنامج هو برنامج تقدم لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين طموحات الهيئة وأيضا ما بين رغبات المتعاملين إذن البرنامج منكم وإليكم نطرح فيه مختلف الموضوعات الطبية والحيوية والتي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف ومن التنسيق الأخوات سارة يوسف والأخت أسماء الجناحي وفي الإخراج الأستاذ عيسى سبيل وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي عموما مستمعين يسرنا في البداية أن ننوه بأن هيئة الصحة بدبي قد بدأت أمس الأول حملتها التوعوية الأولى من نوعها وهي عبارة عن سلسلة من المشاهد التلفزيونية يتم بثها مساء كل يوم على قناتين نور دبي وسمى دبي قبل بث الأخبار مباشرة وتستهدف الهيئة من هذه الحملة رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة السليمة لدى المجتمع وإكساب المشاهدين والجمهور بوجه عام المعارف والمعلومات التي تعزز قدراتهم وإدراكهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية واتباع سليب وقائية مهمة لضمان سلامتهم خلونا نستعرض معاكم حلقة البارحة شو كان فيها الكوليسترول أكيد اسمي خوف خاصة أن ارتفاع مستوياته في الدم سبب أساسي لمراضي قلب والشرعين وهالأمراض تؤدي لحوالي 30% من الوفيات عالميا والإحصايات تقول أن 56% من السكتات القلبية و18% من السكتات الدماغية سبب ارتفاع الكوليسترول والمشكلة أنه ما لأي عراض عشان شيء لازم تساون فحوصات دم دورية الخطوة الأولى في الوقاية والعلاج هي الأكل الصحي الأجبان والألبان قليلت الدسم واستبدال الدهون مشبعة مثل السمن والزبدة بالغير مشبعة مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وبكلا الأحوال الابتعاد عن القلي لصالح الشوي والسلق والبخار والخمس أيضا نختار اللحوم الخالي من الدهون أو أنك تطلب إزالة الدهون وشو رأيك يا سعيد لو تاكلت دائم من غير جلد؟ الخطوة الثانية نشاط بدني منتظم مضرور تروح للجيم ساعتين كل يوم ثانثين دقيقة يومية من المشي السريع أو الرقض تساعد في تخفيض الكوليسترول والياقة الجسم أكل صحي ونشاط وعساكم دوم صحة وسعادة إذن كانت هذه الحلقة الخاصة بالدكتورة نادة الملة طبيبة أسرة في هيئة الصحة بدبي وكانت تتحدث عن الكوليسترول عموما بداية هذا الصباح أيضا مليء بالنشاط والحيوية في هذا الجو الممطر ونأخذكم في جولة ما بين الصحف ووكالات الأنباء ومجموعة من الأخبار المهمة منها خبر يقول إسعاف دبي مرجع دولي في الرعاية وطب الطوارئ قال معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهية الصحة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن مؤسسة إسعاف دبي حريصة على تطبيق أفضل الممارسات وأحدث الأساليب الذكية والتي يقوم عليها نخب من المصعفين والفنيين المؤهلين تماشيا مع أعلى المعايير العالمية لتكون بذلك ضمن النماذج الرائدة في الخدمات الحيوية ومرجعا دوليا في مجالات الرعاية وطب الطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث أضاف معاليه خلال انطلاق فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإسعاف أن المستوى الذي وصلت إليه إسعاف دبي يشير إلى الفكر الذي استمدته المؤسسة من رؤية دبي وتطلعاتها في توفير أعلى درجات الأمان والأمن الصحي القائم على سياسات واستراتيجيات وطنية داعمة وتخصيص الموارد اللازمة لإدارة المخاطر وتحسين خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة وتدريب القوى العامة من المسعفين والفنيين وتجهيزها وإشراكها في تخطيط حالات الطوارئ وإكسابها أدوات تحديد المخاطر وتقييمها ثم التعامل معها باحترافية ومهنية رفعة المستوى أفوا أيضا غذائية مضرة بالكبد اكتشف العلماء أن المواد التي كانت تعتبر ذات فائدة كبيرة للجسم وتدرج ضمن المأكولات الصحية هي مواد مضرة بالكبد كيف؟ توصل إلى هذا الاكتشاف غير متوقع علماء جامعة كامبرج البريطانية حيث بيّنت نتائج الدراسة التي أجروها أن ما يسمى بالكولسترول الجيد الموجود في الأفوغاتو والسمك وزيت الزيتون مضر أيضا للجسم ولتأكيد مضرة هذه المواد حقا الخبراء في دم المرضى بروتينات دهنية عالية الكثافة لجعل مهمتها امتصاص المواد في الجسم فاكتشف الباحثون أن الكولسترول الجيد مفعول سلبي في بعض الحالات وتبين لهم وجود تغييرات جينية لدى 1700 أثرت في البروتين S-C-A-R-B-1 حيث تبين أن كبد هؤلاء الأشخاص لا يهضم المواد المثبتة في قائمة المواد القاتلة مما يسبب ارتفاع الكولسترول الجيد وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد ساوى الخبراء بين ضرر هذه الحمية الغذائية وضرر الإدمان على التدخين وأكد العلماء أن الكحول هو العدو الرئيسي للكبد ولكن التغذية غير الصحيحة والامتناع عن مواد غذائية ذات مصدر حيواني والحميات الغذائية القاسية فيها مضرة للكبد أيضا إذن هذه الدراسة تؤكد على أن هناك في مواد غذائية مضرة بالكبد يمكن اللي يسوي سيرت على الانترنت وعلى جوجل بيشوف أن هناك مجموعة من الحميات اللي يدعون لها بعض اللي يدعون أعمارهم من المخبراء وأنهم هم علماء في هذا المجال بضرورة ابتعاد عن بعض المواد الحيوانية خاصة اللي يسعون إلى الحمية الغذائية النباتية طبعا هذه الدراسة تقولكم لا الجسم يحتاج مثل هذه المواد الجسم يحتاج مثل هذه الأشياء على أساس أن يكون قادر على مقاومة العديد من الأمراض فخلونا ناخذ المعلومات من المصادر السليمة يا جماعة الخير مب من الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عموما نحن بعد الفاصل عندنا موضوع جدا جميل موضوع يشغل بال الجميع ما نفتح الملف الطبي للعلاج البديل بيكونون معانا إن شاء الله في الستوديو مجموعة من الأطباء في هذا المجال والمختصين في هذا المجال من هيئة الصحة بدبي ما بخبركم أساميهم تموا معانا بعد الفاصل بتعرفونا على هذا الموضوع وأيضا الباب مفتوح لكم للمشاركة في هذه الحلقة اللي أعتقد أنها بتكون حلقة متميزة لأن الموضوع حقيقة موضوع جميل وشيق فاصلوا ما يرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء ثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين يبقى العلاج البديل القائم على أحدث التقنيات والأساليب المتطورة هو الأمل في التخلص من بعض الأمراض المزمنة والمؤرقة للمصابين بها وقد حرصت هيئة الصحة بدبي على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب وفي مجالات الوقاية والعلاج والرعاية الصحية المتكاملة من هنا تميزت الهيئة وبالتحديد في مستشفى راشد بمجموعة من العلاجات المهمة ومنها العلاج بالأوزون الذي أصبح مستخدما بكثرة لعلاج الأمراض الجلدية ألام العظام والمفاصل ومضاعفات السكر والانزلاق الغذروفي وغيرها من الأمراض كما أيضا يلعب دورا مهما في علاج الالتهاب الكابي دي سي إلى جانب العلاج بالأوزون هناك أيضا العلاج بالرنين الحيوي داخل قسم الرنين الحيوي بمستشفى راشد الذي يعد الأول والوحيد على مستوى الشرق الأوسط في علاج مختلف أمراض الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وأمراض الحساسية المزمنة والربو والصداع والصداع النصفي وألام المفاصل والروماتزم وأمراض السكري والأوعية الدموية وضغط الدم المرتفع وغيرها من الأمراض حقيقة ارتأينا أن نطرح هذا الملف الطبي الشيق ويسعدنا في مناقشة ملف اليوم الطب البديل أو كما يسميه دكتور عيسى سليم السشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي الطب المكمل إذن رحب فيك دكتور في هذه الحلقة وكذلك التحية موجهة للدكتور أمجاد المرزوقي خصائي علاج الأوزون ومينة أمزيان المسؤول الفني لعلاج الأوزون حياكم الله معنا في هذه الحلقة وفي البداية أنا بتوجه يعني بالحديث إلى دكتور عيسى لأن دكتور عيسى مرتبط معنا إليه الساعة عشر ونص وخمسة عشر ونص وخمسة على أساس أنه عنده بعض المواعيد المهمة اللي لازم يلحق عليها فدكتور في البداية خلنا نتحدث الآن عن الصورة الذهنية لدى عامة الناس أن الطب البديل مرتبط هو بالطب الشعبي فقط فما هو الطب البديل وأنت سميت الطب المكمل ليش سميت الطب المكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أود أن أهنئ دولتنا الكريمة وشعبنا الكريم بهذا مطر الخير على دولة الإمارات وأهنئ أمهاتنا وأمي ووالدتي بعيد الأم وعيد أمهات الجميع جميعا إن شاء الله الطب البديل أو الطب المكمل أصبح اليوم يلعب دورا كبيرا في الحياة الطبية نعم بدليل ليس فقط في دولة الإمارات وفي مستشفى راشد إنما على مستوى العالم منذ عشرة سنوات كانت النسبة الأولى للطب البديل على مستوى العالم لا تتجاوز السبعة في المئة اليوم تصل هذه الإحصائيات الرسمية إلى واحد وعشرين بالمئة عندما نتحدث عن استراتيجية الطب نجد أن أربعين في المئة من الاستثمار في الطب يكمن للأسف الشديد في الطب التجميلي نعم فتجد أن هناك استثمار في كيفية تكبير الصدر الشفايف وغير ذلك وهذا جميعه يقتصر العمر الزمني إلى خمس سبع سنوات وبعد ذلك لا فائدة منه نعم أن هناك فقرات ومؤشرات للطب الكلاسيكي لم يستطع أن يكمل جميع الحالات ولا يعني ذلك أن الطب البديل كما يسميه البعض أنه هو يعني يأخذ مكان الآخر هو كيف يتماشى المسارين متوازيين مع بعضهم البعض من أجل مصلحة المريض جميل عندما ننظر إلى قسم العلاج من الرنين الحيوي والأزون بشكل عام نجد أن هناك قفزة نوعية بالعدد المرضى ونجد أن هناك قفزة نوعية في الحالات العلاجية عندما تنظر إلى الحالات العلاجية والنسب لا نتحدث على الإطلاق أنه محنى عندنا المئة بالمئة ولكن هناك إنجاز بأقل التكلفة عندما ننظر إلى أي مريض من الأمراض التي استعرضتها إلى كل الأزون أو الرنين الحيوي بشكل عام تجد أن هذه الأمراض مكلفة جدا للدولة والمريض ومرهقة وتجد أن تكلفة العلاج كاملة إذا كان بكافة الأنواع البديل أنه هناك قليلة وبناحية انتاجية عالية جدا العلاج بالرنين الحيوي يكمن بطريقة كيفية النظر إلى الجسم جسم الإنسان يتكون من ترددات ماذا تعني ترددات؟ كيف تعمل على قياس تردد الدماغ والقلب أن تتقيس ترددات ولا يعقل أن يكون فقط هذه الترددات موجودة فقط في الدماغ والقلب أي الحالة المرضية أكيوت أميكرونيك يعني مزمن أم حاد وهنا تحدد هل يعطى هذا المريض الدواء أم يذهب إلى الناحية العلاج الجراحية بعدها بيأخذ لها المسار الآخر الإمار آي وغير ذلك لكن لا يعني ذلك أنه فقط في الدماغ والقلب أنه في تردد إنما في كل أعضاء الجسم كيف تحدث الحالة المرضية؟ وهذا اللي هو موضوعنا حالة المرضية تحدث عندما يكون هناك خلل في نقل الأيونات من إلى وهذا الخلل ينجم عن ارتفاع في الأحماض داخل خلايا الجسم وكذلك الأمر في الدم ثم تغير في الترددات الأيونات هذه ومنها الترسبات والأملاح وغير ذلك اللي بيكمن له علاقة في جانب النظام الغذائي هناك معلومة ليستمع لها المشاهد المستمع حقيقة هامة جدا ألا وهي إنه الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو عظيم جدا حتى في الجانب الصحي هناك خلايا داخل الجسم هي أقصر خلايا في التجديد وهي خلايا الجهاز الهضمي تتجدد كل 48 ساعة وهناك خلايا تتجدد كل خمس سنوات ولهذا نجد أن التغيير الكلي لجسم الإنسان أو للشكل تبع الإنسان يتغير كل خمس سنوات الآن لماذا أنا طبعا موضوع كبير ولكن دعني أرجع إلى نقطة اللي هي الجهاز الهضمي كل 48 ساعة إذا الجهاز الهضمي سليم يبقى أنا عندي جلد سليم الجانب الخارجي لأن أنظر إلى كالتالي دكتور أنا بس اسمح لي أقاطعك لأن في سؤال بما أننا نتكلم على الجهاز الهضمي في سؤال يقول السلام عليكم صباحكم أنطار الرحمة بغيت أسأل عن الزيوت ما أفضل الزيوت اللي نستخدمه في أكلنا اليومي هل الزيت النباتي أم الحيواني ويقول أو تقول المستمع أو المستمعة أنا سمعت أن الزيت الحيواني أحسن من النباتي وزيت خنين هل مضر ولا مفيد في الأكل وجزاكم الله خيرا نعم لها التعقيب أن الزيوت المشبعة بشكل عام هي أكثر الزيوت تعقيدا على جسم الإنسان وذلك على الجهاز الهضمي وهي أكثر اللي لها علاقة أولا بارتفاع الكوليسترول وزيادة السمنة وغير ذلك لأن نأتي إلى موضوع أنه تجديد الخلايا داخل الجهاز الهضمي كلما تجددت كلما كانت الجسم بحال سليمي الآن إذا كان الجسم يعتمد على 48 ساعة في عملية تجديد هذه الخلايا فشو مطلوب مننا؟ مطلوب مننا عملية أن يكون الجهاز الهضمي سليم وعملية تجديده عملية التجديد تعتمد على النظام الغذائي نحن لا أكيد بالتأكيد المستمعين بيشاهدوا و بيسمعوا من كل القنوات أنه هناك في تضارب في الدراسات أيا كانت هذا الزيت جيد هذا الزيت غير جيد هذا الأكل زيد وهذا الغير جيد نحن كل مريض يجب أن ينظر إلى الحالة المرضية إلى الحالة المرضية وأن أحيي هنا حقيقة دائرة الصحة في قصة نشر الوعي الصحي عند المواطن والجميع في هذه الدولة الكريمة كيفية عملية الوعي الصحي يعتمد على دراسة المريض إلى حالة المرضية يجب أن لا يعتمد مئة بالمئة فقط على الجانب الصحي وإنما عليه هو يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية هذه المسؤولية بتعتمد أن الحال يتبعه عندما يتناول أي نوع من الطعام أن ينظر أي من هذه الأكل أنه بيعمل له نوع من الارتياح أو غير ذلك طيب دكتور إذا ما بتكلمنا عن تحديد مصدر الألم عند المريض يتم تحديد مصدر الألم بالنسبة لكم وبعد ما يتم تحديد مصدر الألم ما هي الوسائل العلاجة التي تستخدمونها؟ ما هي الأدوية أو الوسائل بشكل عام التي تستخدمونها في الطب المكمل؟ شوف إحنا عندنا طريقة حقيقة لما نتحدش على قسم الطب البديل في مستشفى راشد تشعر أنك هناك فيه الكمالية في التجهيز كاملة على الرغم أنه أنا بنظر إلى جانب التجهيز هو تجهيز فردي يعني إذا كان الدكتور أحمد الجزيرة أو إحنا فيه إلى هذا هناك التجهيز فردي لكن دعنا ننظر إلى نقطة هامة جدا نحن نعمل على تشخيص جميع أعضاء الجسم كاملة بالتردد ومننظر كيفية الحالي نحن نعمل على قياس ترددات الجسم ترددات المواد الغذائية المواد الصناعية كذلك الأمر المريض بيحضر أدويته وأيضا المواد الغذائية العطور والبخور وغير ذلك لماذا؟ لأن الجسم لا يتعرف على المواد إلا عبر التردد التبحى ولهذا كيف تفرق بين حليب الجمل وحليب البقر فقط عبر التردد هناك هذا التردد مقبول في جسم وغير مقبول في جسم آخر ونجد واضح عند الأطفال عندما تكون لديهم الأكزمة لأنه بتجد أنه عنده حليب البقر وهو بحاجة إليه أنه هذا حليب البقر غير مقبول لماذا؟ لأن الجسم خزن لديه على 52 كيلو هيرس أنه حليب البقر مرفوض ماذا نعمل نحن؟ نعمل على تصحيح ترددات الجسم لأن ترددات الجسم متغيرة وليس ثابتة اللي ثابت هو تردد المواد بعد ذلك ننظر إلى الجسم بشكل عام هذه تصحيح الترددات من جانب ثم إذا كانت هناك أيضا فطريات بكتيرة ينتقل إلى الجانب الآخر إلى عملية الأوزون والعلاج بالأوزون اللي رح يكمل فيه الدكتور عمجاد لكن انظر أنت إلى عملية تصحيح هذه الترددات ماذا هو انعكاسها على الحالة المرضية؟ طيب هني أبغي بما نحن نتكلم على بعض الأمور اللي انت طرقت لها ما بين الفرق ما بين الترددات الخاصة بلا بين الأبل ولا بين البقر أبغي تكلم عن المواد الغذائية بشكل عام دكتور ياتورا كيف يمكن للمواد الغذائية أنها تؤثر علينا حسب المفاهيم اللي انت طرحتها في طب المكمل يعني هل هي مرتبطة ببيئة معينة منطقة جغرافية معينة نحن لازم ناكل أكل معين ولا عشان يكون التردد سليم بالنسبة لنا أو حسب فصيلة الدم اللي نحن ناخذها فهذه التساؤلات كلها يعني هل الطعام مرتبط بالبيئة أم لا؟ نعم نشوف يعني غالبية الطعام في هذه المنطقة يأتي مستورة باستثناء الحمد لله رب العالمين التمر أنه انت عندك نعمة من نعم رب العالمين لكن هذا الطعام المستورة كاملة اليوم دخل عليه باب الجين تكنولوجي عملية التهجين في كافة إذا كان في الخضار أو في الفواكه أو في القمح ولهذا تجد أغلب مشاكلنا إحنا الأساسية في عملية البلوتين اللي موجود داخل القمح لأنه المطلوب زيادة الإنتاج لتغطية السوق صحيح لأن عندك أنت مشكلة أنا أجدها في القسم عندي عالية جدا في قصة أنه وين القمح لأن القمح اللي موجود عندنا أصبح لا يتناسب يعني أنا بتحدث ليس لكل المرضى وإنما للمرضى اللي بعانونا من آلام في الجهاز المعوي تجد أنه القمح هو اللي بلعب الدور الأساسي في عملية التعاون مع الحالة المرضية ولهذا إحنا بنصح المرضى قدر المستطاع الابتعاد قدر المستطاع التناول الخضار والفواكه قدر المستطاع أيضا من الاكثار من شرب الماء لماذا؟ لأنه كل ما زادت الحركة الدموية عبر الماء أنت بتطرد وين السموم والترسبات اللي داخل الجسم ولهذا عملية إخراج اليورين البول من جسم الإنسان هي عملية طرد لجميع السموم فبتجد أغلب المرضى اللي عندهم الإمساك واللي عندهم المشاكل المعوية بشكل عام أي أن كانت بتجد أنهم قليلي شرب الماء ولهذا بتكون الأمور أصبحت معقدة فأنت في عملية أولا أنه إذا كان العلاج بالرنين أو غير ذلك دون الالتزام المريض في الجانب اللي هي تناول الغذاء وتناول الماء وأيضا مثل ما تحدثنا في الحلقة السابقة نوعية الماء يجب أن نبحث عن نوعية ماء جيدة تتناسب مع الجسم اللي هي قليلة الحموضة المواد الصلبة اللي فيها قليلة جدا فبتجد أنه هناك نتائج إيجابية في فترة قصيرة جدا نعم طيب دكتور بالنسبة للجديد في علاجات الرنين الحيوي نحن ذكرنا في بداية التقديم لهذا الملف الطبي كنا نتحدث عن بعض الأمراض التي يمكن علاجها بالأوزون أو بالرنين الحيوي لكن الآن ما هو الجديد في علاجات الرنين الحيوي؟ شوف اليوم أنت لما تتحدث عن الجديد الجديد يكمن في جانب هام جدا ألا وهو في المريض وتجاوب المريض أنت تتعامل مع ترددات لا يمكن هذه الترددات كيف تتجدد؟ تتجدد في أنك في كل حالة مرضية وفي كل مجموعة من المرضى تجد أنك أنت ملزم بتطوير هذه الترددات يعني أنا بنظر إلى أخوة المستمعين أنه كيف تنظر إلى الراديو وتستمع إلى التلفزيون وتشاهده فقط عبر الرموت كنترول فإذا أنت بتغير هذه الترددات بتجي المحطة إذا تغيرت هذه الترددات فما بتجي المحطة نحن نعمل على التطوير القائم في عملية تطوير هذه الترددات بدقة متناهية للوصول إلى التشخيص السليم والعلاج السليم جميل طيب دكتور أنا قبل لا أطلع فاصل أبغي بس أتحدث يعني بشكل عام عن كلمة تود أن توجهها قبل لا تفارقنا يعني ومنكمل مع الخوات اللي موجودين معنا في الستوديو لكن كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل لا نطلع فاصل شوف يعني أنا كلمتي أولا على المريض أن يعي بحالته المرضية حتى لو كان غير يعني مثقف صحياً أن يعمل على الدراء أو أن يعلم تماماً أنه يجب أن يعلم إيش الأكل اللي بناسبه وإيش الأكل اللي غير بناسبه لا يمكن أن تكون الشفاء فقط مسؤولية طبية للطبيب باستثناء العمليات الجراحية لكن أيضاً أنت بدأت تنظر إلى المريض يجب أن يشارك في عملية العلاج ولهذا ما قامت به دائرة الصحة في دبي لعملية زيادة الوعي الصحي عند المواطن أنا بعتبرها من القطوات الهامة جداً لمشاركة المريض في عملية العلاج دكتور عيسى سليم السشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك وكنا نتمنى أنك أنت تواصل معنا لكن إن شاء الله بتكون لنا وقفات قادمة وأكثر تفصيلية في هذا المجال شكراً جزيلاً لك دكتور وقبل ما نطلع فاصل بس بندكر المستمعين أنه بيتواصلون معنا في هذه الحلقة دكتور أمجاد المرزوقي خصائي علاج الأوزون ومينة أمزيان المسؤول الفني لعلاج الأوزون بيتواصلون معنا وبيردون على كل الأسفسارات التي تحتاجون لها خلونا نطلع فاصل مستمعين والذين يريد التداخل تعرفون الأرقام وبذكركم فيها بعد الفاصل فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام ومتواصلي معاكم ضمن الملف الطبي اللي نتحدث فيه عن الطب المكمل أو الطب البديل وكان معنا قبل الفاصل دكتور عيسى سليم استشاري ورئيس قسم العلاج برانين الحيوي واعتذر عن استكمال الحلقة لأن إزاه الله خير يعني هو يا وشارك معنا هذه الحلقة بالرغم مع انشغالات الكثيرة عنده مواعيد وفيه دائما نقول نحن المريض أولى بهذا الوقت عموما مستمرين معاكم في طرح هذا الموضوع معنا الدكتورة أمجاد المرزوقيا خصائي علاج الأوزون ولخت ميناء أمزيان المسؤول الفني لعلاج الأوزون الآن ما نتكلم عن موضوع الأوزون يعني ما بين خلينا نقول ما بين الحقيقة والوهم هل هناك يعتقد بعض الناس أن الأوزون فوائد علاجية مدهشة بينما يعتقد الآخرون بأنه لا يوجد أي دليل علمي على فوائد الأوزون اليوم نحن ما نطرح هذا الموضوع ما نتكلم عن غاز الأوزون يا ترى ما هو هذا الغاز وكيف تتم عملية المعالجة به أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر إذاعة نورد باي والأخ محمود على هذه الاستضافة وإعطائنا الفرصة أن نوضح للسادة المستمعين بعض المفاهيم عن الطب المكمل بشكل عام وعن العلاج بالأوزون بشكل خاص طبعا أحب أضيف على الكلام اللي قال الأستاذ عيسى سليم عن موضوع الطب المكمل أنه حاليا وفي العالم بشكل ورد وائد مثل ما يقولون صار العلاج مش فقط معتمد على العلاج التقليدي أو الدوائي يقولك مفروض أن الواحد يشوف الإنسان ككل مش أعراض مرضية فقط ومفروض أن نعالج الإنسان اعتمادا على ثلاث أشياء عضويا يعني تشوف العضو أو الجهاز اللي عنده فيه مشكلة وتعالجه دوائيا مثلا وثانيا تشوفها نفسيا لأنه وايد من الأمراض ممكن يكون مصدرها نفسي وروحيا فعشان شي سميناه الطب المكمل لأنه لازم يكون العلاج للمريض يعني إحنا أهم شيء عندنا مصلحة المريض فلازم نحاول إنه نعالجه من جميع الجهات يعني نعتمد فقط على العلاجات الدوائية أو التقليدية فالعلاج بالأوزون اعتبر واحد من أنواع العلاجات في الطب المكمل وطب مكمل ليش؟ لأن إحنا مثلا ما نقول حق المريض إذا بتبدأ العلاج بالأوزون توقف أدويتك؟ لا طبعا هذا الشيء خاطئ نقول استمر على أدويتك وعلى نصايح الطبيب المعالج لك بالإضافة إحنا بنعطيك علاجنا أو بروتوكلنا بطريقة معينة وممكن تحتاج علاجات ثانية في عندنا اللي هو الأكوابنكتشر أو اللي هو العلاج بالطب الصيني في الهوميوباثي أو العلاج المثلي في أنواع من المساجات في أنواع كثيرة من أنواع الطب المكمل حاليا اللي ظهرت اللي ممكن أنها تساعد وتحسن من الحال المرضية للمريض جميل أنا بأخذ مداخلة معانا من مستمع ألو 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 تفضل عرفني بسمك وعطني السؤال باختصار على أساس أنه نقدر أنفيد أكثر قدر من المستمعين تفضل السلام عليكم السلام نشكركم على هذا البرنامج ونشكر الطيوف التكتورة ميجاد وستخدمين أنا أحضرهم لتعالجوا بالأوزون كانت مشاكل في المناعة وجبان فيه والحمد لله استفادة كبيرة وأقول يعني هذا ليس مكمل إنما هو علاج حقيقي يعني لأن العلاج المكمل معنات أنه مش أساسية أنا أعتبره أساسي لأنه فعلا تأثيره يعني كبير وأفضل من العديد الثاني اللي لها أثار جانبية جميل ما تعرفنا عليك عبد الله عبد الله موسى عبد الله عبد الله أتمنى لك نحن دوام الصحة والعافية أنا بس عندي ملاحظتين تفضل ملاحظة المواعيد المواعيد واحد للأسف يعني كنت تضطر تأخذ الموعد يعني بعد شهر شهرين أوكي وانت يعني تعاني مثلا واحد عن الحنجرة وشيء فهو يصبر شهر عشان يأخذ الجلسات فيها صعوبة ثاني شيء قلت الكوادر يعني الآن العيادة معتمنة على الأخت أمجاد ومين يعني لو أخذوا إجازة هذي له الاثنين فمنهم أو اللي بيكم فهي مشكلة والله تانزين هاي مداخلتك كانت يوم الدكتور موجود دكتور عيسى عموما واضح عبد الله إزاك الله خير واضح لنسنا دكتور عيسى سليم لا هو مب لا مش تخصص فهو قسم خاص يعني قسمه مفصل أي من يب أحمد الجزيرة دكتور عموما واضح أحمد الجزيرة هو اللي بفرض يتكلم زين عبد الله إزاك الله خير مشكور على هذي المداخلة بس ممكن أتدخل عشان أوضح النقطة على الأخ بخصوص المواعيد والزحمة اللي يقول عنها اه يا تفضلي ما علي أول صباح الخير شكرا على الاستضافة الأخ أنا بدأت أوضح لها نقطة واحدة بس يعني لموجود حاليا هاي العيادة الوحيدة المتواجدة على صاعد الدولة في الإمارات العربية المتحدة خصونا في دبي نعم أول شي دائرة حكومية مصدر تيقى جدا علينا إقبال كبير تقريبا في اليوم الواحد بيجي نفوق الأربعين مريض ما شاء الله نعم فهذه طبعا هالعدد المهول طبعا على زي ما وضح الأخنا اتنين بس مثلا نغطي العيد لإضافة الدكتور رحمد طبعا لأنه طبعا هو معروف كجراحي بيغطي مرات العمليات وهذا فما يكونش متواجدة كتير فللتوضيح بس يعني حتى لو زدت الكوادر يعني أنا أتصور أربعين مريض يعني عدد عدد مش بسيط أبدا نعم وممكن نعطيك حط الاعداد اللي قاعدة المهولة اللي قاعدة سنضاف علينا عظيم إحنا العيادة بديناها في سنة الفين واثنين قريبا فبدينا تقريبا يعني أول ثلاثة شهور من شهر 11 دينا هذا كان تقريبا في حدود 300 مريض 400 مريض لو أعطتك ستاتيستيكسي السنوات اللي فاتت في وقت قرارك إياهم بسرعة ممكن على السريات أوكي مثلا في الفين واثنين كان 365 مريض بروح مباشرة أذا بتاتيني أعلى المايك سنة الفين واثنين كان تقريبا بدينا بـ 365 مريض كبداية مثلا نروح مثلا الفين وتسعة 4680 مريض نروح لالفين وخمستانش 6054 مريض فهذا يعتبر تطور نجاح كبير بالنسبة للطب المكملي هو عيادة أوزون بالدرجة الأولى هذا يثبت أنه فعلا عيادة العدف تقدم كبير وأنها ناجحة ومستمرة وهذا طبعا شرف لي نحن للدائرة صحة ككل يعني طيب أنا برجع بتكلم عن موضوع الأوزون وكيف تتم المعالجة به وأيضا مناخذ فكرة عامة دكتورة عن الخدمات اللي تقدمها عيادة الأوزون بمستشفى راشد طبعا أخي محمود بغيت أبين للسادة المستمعين شو هو عباء الغاز الأوزون الأوزون طبعا عبارة عن غاز وهو غاز الأكسوجين النقي أو الأكسوجين المشبع اللي هو الأو ثري طبعا إحنا نستخدمه على هيئته هذي هو غاز تم تصنيعه عندنا بآلات أو أجهزة خاصة من الأكسوجين النقي اللي نخدم طبعا من السلندرات الأكسوجين اللي عندنا في المستشفى تتحول في الجهاز هذا إيه أكسوجين أعفوني هو غاز الأوزون اللي نستخدمه في علاج أنواع مختلفة من الأمراض وطرق مختلفة تناسب كل مرض طبعا إحنا عندنا بروتوكولات نتبعها بشكل معين وملتزمي فيها بروتوكولات نحن تابعين للجمعية الألمانية للعلاج بالأوزون طبعا العلاج بالأوزون هو عبارة عن مدارس في روسيا يتبعون يعالجون بالأوزون بس ممكن يختلفون ببعض الطرق أو بعض الاستخدامات عندك في كوبا لهم مركز للأبحاث عن علاج بالأوزون وفوايد عالميا في ألمانيا لهم برنامج أو طريقة علاجية متبعة نتبع الطريقة الألمانية أو البروتوكولات الألمانية وعدنا بروتوكولات وأنظمة معينة نمشي عليها لماذا؟ أولا لأن نكون دائما في الناحية السليمة أو التركيزات العلاجات السلامية لأن هناك فكرة مغلوطة منتشرة أن الأوزون غاز سام وقاتل طبعا أخوي متعارف كل شيء زيادة عن حده سام وقاتل هل أن كتبغ يسل حتى عن تأثير استنشاق غاز الأوزون بشكل مباشر شكل مباشر اختنق فنحن دائما ننصح المريض أن يستبعد الشم المباشر ختمينا أنا أريد أن أتكلم فنيا بما أن أنت المسؤول الفني لعلاج الأوزون أريد أن أتكلم فنيا كيف يتم التعامل مع هذا الغاز وإعطاء الغاز هذا طبعا أكد نقطة التي سبق وحكينا فيها أنه يمنع يستنشق بشكل مباشر لأنه يؤثر على الشعب الرئوية ويؤدي الاختناق مرح ماذا ينفعلون أنتو نحن عندنا طبعا البروتوكول زي ما قالت الدكتورة أمجاد تابعي البروتوكول الألماني عند طرق خاصة لكل علاج كل مريض ويأتي مشخص له طريقة علاج مختلفة نأخذ على سبيل الميلة تال يقول لك أنا عندي خمول وكسل وجهاز منع عندي نازل كثير احنا عندنا طريقة اسمها ميجور أوتو هيمو تيرابي هاي الطريقة احنا نتخذها هاي تعتبر رئيسية في العلاج هاي الطريقة نأخذ مثلا كمية دم تتراوح بين امية لين امية وخمسين اميل فإزازة غرشة يعني معقمة تيجي من المانيا بيدو يعني أتي لها النقطة كل أشياء معقمة يعني حماية تامة للمريض ما في منها أي خوف ولا مدرة نأخذ كمية الدم هاي نوصل ها بجهاز الاوزون ندخل كمية الاوزون مثلا في حدود 30 مايكرو جرام نخلط الوكسيشين اخذ وايد تفاصيل علمية في هذا الموضوع بس أريد اتكلم بشكل عام هل هناك آثار سلبية لهذه الطرق العلاجية صادفتكم ما نقدر نسميها آثار سلبية أو آثار يعني لأن أول شي هو نظيف يعني نحن بالنسبة لنا كدراسات علمية نقدر نقول أنه الاوزون آثار الجانبية قريبا سفر ممتاز أنا برجع للدكتورة في محاور سريع لأن الوقت يأخذنا بشكل سريع الآن دكتور دكتور إذا ما نتكلم هناك بعض الإعلانات الترويجية للصيدليات والمحالة التجارية التي تبيع عبوات مياه بغاز الأوزون يعني مدى فعالية وممونية هذه المياه أخي محمود أنا خبت قلت لك قبل قليل أنه ما في شي عندنا نستخدمه خارج النطاق بحيث أنه يكون سام لدينا تركيزات معينة بحيث نظل دائما في غراج في مايو الأوزون مايو الأوزون نستخدمه دائما نقول حق المريض بعد ما نستخدمه من الجهاز مدة فعاليته 24 ساعة فقط لا غير يعني بعد 24 ساعة يرجع ماء عادي ما في إلى فعالية إلا إذا تجمد في التلج ممكن 8 يوم ساعة في بعض الشركات فعلا كان يطلعون هذه الأشياء كدعاية حيث يمكن يزيدون لكن في بعض الشركات ما قدر أحدد أسامي في نسبة بسيطة إنه ممكن يكون في إلهم من هال للفوائد بس ما تكون على مدى طويل يعني جميل طيب هني أبغي تكلم عن الاستفادة من غاز الوزوم في علاج بعض الأمراض منها أنت ذكرتي في البداية أن المرض يكون عضوي وأيضا نفسي وروحي حالات يعني مثل أمراض مرضى التوحد التهاب الكبد الوبائي النوع سي أثبتت يعني نجاح في العلاجات هذه فخير نتكلم على هذه النقطة على السريع الحمد لله عدنا وعدنا دائما دراسات ونتائج مذهلة في طبعا أبغي أنوه لأستاذ المجتمعين شيء مهم جدا الأنزون ما يشيل المرض نهائي لأن في وائد نصيون على هالأساس أن أنا أتعالج ويخوز عني المرض هل العلاج بالأوزون الشفاء التام من هذه الأمراض ذكرنا نشافي رب العالمين هذا نحن عامل مساعد نحن نساعد في التخفيف من الآثار الجانبية ومن حدة المرض للمريض المصاب في عندك مثلا في وائد ناص عنهم الفمس السكر ما يقول وائد في تقليل من نسبة القليكوز في الدم وأن يمنع المشاكل التي تستوي المضاعفات الأمراض لأن يساعد على حماء يحبي الجسم من تأثير الشقر على الخلايا الجسم مثلا في ناص عندك قدم السكر لي أي قدم سكر يساعد في علاجها لا تفعل نصيفات للحالات هذه يعني مثلا أنك واحد تكون ريلا غرغرينة أو النسيج ميت تماما يقول لا والله عالجوني أو أنا سمعت الأزون بيشفريلي لا طبعا النسيج الميت ما في شي يحيي لرب العالمين طيب بالنسبة النقطة التوحد بالنسبة الأطفال التوحد تقريبا صار عنا إقبال في السنة الأخرانيات هدولة حوالي سنتين تقريبا نحن لسه في طور الدراسة بس كل الحالات اللي مرت علينا أهاليهم طبعا عارفين أولادهم كيف في البيت كيف حالتهم يجونا أول بول معنا على اتصال ويبلغونا أول بول وكل التغييرات يتحصل مع أولادهم من بعد ما بدوا الأوزون بالدرجة الأولى غير عن العلاجات القبلانية اللي كانوا ياخدونها فطبعا في تغيير كتير وفي اختلاف كتير بالنسبة لحال الطفل اللي يكون هايبر اكتيف حركي كتير خفت حركته النطق عندهم متحسن كتير يعني وايد الأهالي مبسوطين من العلاج ونشجع الناس طبعا في تفاوت يعني مثلا ممكن لهم يكونوا عندهم الاستجابة بنفس الطريقة يعني عرفي أنا مثلا 50% حتى 90% حتى 20% وهذا الموضوع دكتورة في كل العلاجات يعني مو بس العلاج لكن الحمد لله الحمد لله كل المرضى عندنا يعني عظيم سرطان وليد سرطان وليد لا نعالجها كمرض لكن مثلا الناس اللي يأخذون كيماوي نعطيهم العلاج عن طريق الدم مثل يساعد وايد في المظار الأثار الجانبية للكيماوي وحتى عندنا دكتورة مثلا خاصصين لمريض مثلا عشر جلسات كيماوي بعد العلاج ممكن يزيدون حتى لأن واجي يساعد صحتهم العام جميل أنا عندي دقيقة بقسمها على 30 ثانية ما بينكم كلمة خيرة تبقون توجهون إذا أنا ما اطرقت لموضوع معين في 30 ثانية نبتدي مع منو بابتدي أنا أولا طبعا قبل كل شي حب أشكركم وأشكر جميع الصادر المستمعين ونتمنى إذا في أي استفسار للمرضى أيون يستفسرون من المكان الصح عشان يستحضون الإجابة الصحيحة وما يستمعون لأن فيه وائد مواضيع في الانترنت بعد مغلوطة فنبغي نصحيح لهم الشي خلاص خمسة شكرا على الاستضافة وأنا طبعا نحس بكل فخر واعتزاز أن عيادتنا ماشية للنجاح بالرغم كل اعتراضات أو الحمد الحق نجاح كبير برئاسة الدكتور رحمي الجزيرة وجل شكرا طرق التواصل معكم على السريع طرق التواصل فيه الرقم العيادة اللي هو 04-219-2480 2480 أخت وضحة هي الريسبشيونيس هناك لتستقبل المكالمات والمواعيد طيب إذن مستمعين يعني أنا أعتذر على الرسائل والمكالمات اللي يتنا وما قدرنا نأخذها بحكم أن الحلقة مشتا مواضيع أخرى في الختام لأملك اللي نتوجه بشكر الجزيرة لدكتور أمجاد المرزوق خصائي علاج الأوزون ولخت مينة أمزيان المسؤول الفني لعلاج الأوزون وأيضا الشكر موصول لدكتور عيسى سليم السشاري ورئيس قسم العلاج برنين الحيوي و دكتور أحمد الجزيرة يعني هما ما سمعوك الحين ما حد سمعت يعني تصاصريني مثلا طيب أكيد دكتور أحمد الجزيرة مع أن كنا نتمنى أن يكون موجود معنا لكن إن شاء الله بتكون لاستضافات قادمة فعموما مستمعين نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة بالغد تقبلوا تحياتي محمود يوسف العلي وتحيات مخرجنا عيسى سبيل وتحيات المناسقين والعاملين في هذا البرنامج و في الختام نقول لكم دائما دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي